ترأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس العلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية وفي بداية الاجتماع هنأ سموه القيادة الرشيدة وعلى رأسها جلالة الملك المفدى بمناسبة ذكرى المثاق الوطني المجيدة وتمنيا للبحرين المزيد من التقدم والرخاء في هذا العهد الميمون وأشاد سموه بالدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة إلى القطاع الرياضي الأمر الذي أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية التاريخية خلال العام المنصر والذي كان بحق عاما مميزا للرياضة البحرينية على الصعيد الأولمبي والعالمي وأشار سموه إلى النجاح اللافت الذي حققه اليوم الرياضي الوطني الذي جسد وعي المجتمع البحريني بأهمية الرياضة في الحياة اليومية معربا سموه عن اعتزازه بالكوادر الوطنية التي كان لها اليد الطولة في نجاح هذا المهرجان الرياضي الكبير وبهذه المناسبة عرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن شكره وتقديره إلى سمو رئيس الوزراء على دعم سموه للقطاعين الشبابي والرياضي بشكل عام واليوم الرياضي الوطني بشكل خاص الأمر الذي أفسح المجال أمام العاملين في هذا القطاع للمشاركة في فعاليات هذا اليوم وأسهم مساهمة كبيرة في نجاح هذا المهرجان الرياضي كما قدم سموه الشكر والتقدير إلى جميع شركاتي ومؤسسات الغطاع الخاص التي ساندت فعاليات هذا المهرجان معربا سموه عن اعتزازه بهذه الشراكة الإيجابية وأشاد سموه بالتغطية الإعلامية المتميزة لهذا اليوم الوطني في مختلف وسائل الإعلام الداخلية والخارجية موجها سموه خالص الشكر إلى كل من ساهم في هذه التغطية المتميزة بعد ذلك انتقل المجتمعون إلى مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع والتي تطرقت إلى الجوانب الإدارية والمالية والتنظيمية والمشاركات الداخلية والخارجية للمنتخبات الوطنية في الدورات المجمعة التي تقام تحت مظلة اللجنة الأولمبية وقد وجه سموه الإدارة التنفيذية لإعداد دراسة لخصخصة بعض إدارات اللجنة بالإضافة إلى تشكيل لجنة لتسويق برامج اللجنة الأولمبية برئاسة عضو مجلس الإدارة السيد عيسى محمد عبد الرحيم الرفاعي بهدف تحسين موارد اللجنة المالية